بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله نبدأ وعلى الله نتوكل فمنه العون وحده لا شريك له اللهم اشفئوا من شفاء لا يغادر سقما وجميع مرضى المسلمين اللهم آمين نبدأ في النموذج الخامس النفايات وعمل الأطفال والجمال ايه الحلاوة دي باختصار كده النفايات مرت علينا القطعة أكثر من مرة تمت اعتقاد خاطئ بأن التكنولوجيا تسهم إسهاما كليا في علاج مشكلة النفايات الله يعزكم الزبالة يعني فالتكنولوجيا تقوم بتوفير بيئة صحية لحدود معينة حيث تقوم بإعادة التدوير تعمل إعادة التدوير ولكن لا يمكن الاعتماد عليها اعتمادا كليا يعني التكنولوجيا ما رح تيجي بيتنا تاخد الدبل الخلصانة ترميها في الزبالة تاخد الورقة المرمية تاخدها تجميعها ما فيه لأن دون مساعدة الإنسان لأن الإنسان هو المسبب الرئيسي لمنشكلة النفايات تلاقي الواحد خميس وإنس والدنيا مستأنسة وواحد قاعد يأكل شورمة يخلص يرمي الورقة يشرب بيبسي يخلص يرمي البيبسي شرب ميا يرمي الميا وهكذا هو المسبب الرئيسي اللي عملت النفايات أيضا يعودوا فصل المواد إلى المنزل أولا هو في الزبالة الورقة بتطلع لحالها والبلستيك يطلع لحاله لا ما فيه يعني قال لما نجد بيت يعني مثقف لدرجة مهذبة جدا أنه هو يعني حاطت كيس للورق وحاطت كيس للبلستيك وحاطت كيس للكتشاب وحاطت كيس لعلام ما فيش ما فيش حشان ما فيش إحنا بشر ما إحنش مثاليين يعني ويقع الوعي البيئي كلها بخطر تلك المشكلة على المنظمات البيئية والإعلام طيب معنى كلمة ثمّة 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 يعني هناك أنسب عنوان للنص مشكلة النفايات وحلولها قاعد يعرض المشكلة وقاعد يشوف حلول لها معنى توفر بيئة صحية قلنا يعني نستفاد من منتجات هذه النفايات كيف؟ يعني مثلا البلاستيك يغدوه بإعادة التدوير الأوراق يغدوه بإعادة التدوير وهكذا من أي من الآتي غير صحيح يعني أقولك غير صحيح يعني غلط الاعتماد بسيط في حل المشكلات على التكنولوجيا نعم هذا صح لأن التكنولوجيا تساهم إيه لكن ليس إسعاما كليا الإنسان هو المؤثر في إيجادها نعم الإنسان هو اللي بيرمي الورق هو اللي بيرمي الشورمة هو اللي بيرمي الكتشب هو اللي بيرمي الماء وهكذا فاصلها يبدأ من المنزل أولا يجب على المنظمات البيئية فقط أن تعيها القدرات الدماغية يحتوي الدماغ على ملايين الخلايا الدماغية برضو متكرر هذا الجملة لحظوا معنا من يوم بدأنا في هذا الكتاب النماذج الخمسة موجودة فيها هذا يحتوي الدماغ على ملايين الخلايا الدماغية يستهلك كم؟ 30% من إجمال الطاقة جسم الإنسان المخيخ هذا المخ هذا الدماغ بيستهلك 30% من طاقتك لذلك إذا كان الإنسان في شغله هذا يكون جسمه مشتن ما هو مركز وخاصة إذا كانوا بنات أوه سالف صغيرة كذا صغيرة يخلي تركيزها رايح كله في ناق 30% على هذا الموضوع ويفقد الآلاف كل يوم وذلك اللي بسبب هيش قلنا واحد السموم اثنين سوء التغذية ثلاثة الضغط النفس خلاص حفظناها يسألنا كم؟ سبب ثلاثة السموم التي يتعرض لها جسم الإنسان وسوء التغذية حاجة منتهت الصلاحية والضغط النفسي اللي هو بعيشه الآن طلاب وطالبات السنوي سواء أول كانوا طلاب وطالبات السنوي في مصر هم اللي عيشوا ضغط نفسي أصبح الآن طلاب وطالبات السنوي في مصر في ضغط دوام يطلع من الدوام عنده واجبات يطلع منه واجبات عنده قدرات يخلص من قدرات عنده تحصيل يخلص من التحصيل ما يقبلش في الجمعة يعيد لا 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 ضغط نفسي غير طبيعي وتقوم الدورة الدموية بتزويد الدماغ بالمواد التي يحتاجها كالأكسجين السكر الأحماض الدموينية الأمنية المعادل الفيتامينات فأي نقص في هذه المواد الضرورية وش يسوي يتسبب في انخفاض القدرات الدماغية وقد يؤدي حرمانه من الأكسجين لو رح هو أكسجين لا هو أبو تفاحة لا هو هو لا لو رح الهوى هذا الأكسجين هذا لو رح لدقايق يغمع الإنسان فيموت موت جزئي أو يعمل نفسه ميت يموت كلياً يروح توصل البحثون إلى أن الأغذية الغنية بالبروتينات ودهون الأوميغان اللي هي أسماك وغيرها تؤثر في القدرات العقلية إذ إن تناولها يرفع من كمية الأدرناني الذي بدوره وش سوي يمكننا من التفكير والتركيز بالطريقة جيدة جيدة هنا يعني مش قليلين لا يعني جيدة يعني ممتازة كلما الجيدة هنا مقصود بها ممتازة مش مقصود بها جيدة نقص الأكسوجين عن الخلايا العصبية يؤدي إلى ضعف القدرات الدماغية الأكسوجين لما يجل عن الخلايا العصبية الإنسان ما يكونش مركز يا فهد جيب لنا عصير بقى على المغرب عشر دقائق بعدان بعدان شوي أبنوم أبنوم أنا أبنوم أنا ما فيش تركيز ما كيش عشان ما فيش عدد الأسباب اللي تؤدي لفقدان الخلايا العصبية اللي معرفاش هنقول له انت حمر يحمر هي يا عمد احنا خدناها مئة ألف مرة ثلاث أسباب يلا اكتبوا لعشات عشان بس باب التحريك اكتبوا لعشات واش الثلاث أسباب هدول التسامم وإيش وإيش السموم سوء التغذية الضغط النفسي حسنتم أفضل عنوان للقطع حاجة الدماغ للغذاء ماذا يحتاج الدماغ تنوع الغذاء وعليكم والسلام تعود قلة التركيز لدى أغلب الناس إلى انخفاض القدرات انخفاض القدرات مش معناها قدرات تكمل لفظ لا انخفاض القدرات العقلية انخفاض الأساسيات عند الإنسان واحد ما بيعرفش انجليزي خالص وداخل قاعد واحد يكلموا فرنسا وليه من أستر ديك هزيو أفكتي دم فيزيتا نتروفية وفي السيال جيسوي كونتود تغيسات لاتر بغمي بزنتيج وبالشاب عن جي كان زدر جيتروازمي ها ها لا بيعرف انجليزي ولا فرنسا ولا بطيخ فحتلقي نام هتلقي نام تلقائي مش فاهم حاجة في البطيخ أي إنسان يكون قاعد في مكان مش فاهم في أي حاجة تركيزه يقول لي نفسيته تتعد ما يكونش يمركز ما يكونش فيه تواصل الحوار الندوة وقيمة أمس هذا برضو من القطع اللي كانت بتكرر كتير العام الماضي وقيمة أمس ندوة برعاية وزارة الداخلية على هامش مؤتمر الدفاع المدل شوف لاحظ معايا يا بنات لاحظ معايا يا بنات تقيمة أمس أمس دهو أدي يوم معناه إحنا اليوم معناها دتا يوم اللي هو اليوم جلسة التحية تم عارض الأوراق العمل والمناقش حول شؤون فيها وتطرق المشاركون في هذه الندوة لمجالات السلامة وأهمية التوعية بأهمية الدفاع المدني للحفاظ على مجتمعات وسلامته وفي الختام حضر مدير مديرية الدفاع المدني شوفوا مدير مدرية الدفاع المدني بنفسه حضر وترأس الاجتماع إن كان رئيس الاجتماع بحضور الجميع حيث أننا سؤال هذا كونوا رئيس ولا كده هذا يفيد بإيش حنا عرفت لوقتي بحضور الجميع واستلم محظر الأعمال وقام بالتوجه بالشكر والتقدير إلا كافة المحاضرين ورؤساء الجلسة وغدا وغدا سيمضيه دموع عينك مش عارف هيه كده وغدا طبعا نقولنا أمس واليوم وغدا هذا اليوم الثالث وقيمت غدا سيتم معارض التوصيات التي خلصوا إليها أمام الجميع بيسألنا الندو هذي كم يوم أمس واليوم وغدا يبتلت يا أمريكا يتبين من النص السابق أن الدفاع المدني الدفاع المدني هذا شو مؤسسة رسمية عسكرية حتى تشوف المنظفين الدفاع المدني لابسين عسكري مؤسسة رسمية يعني تبعي الدولة عسكرية يعني لابسين جيش من النص السابق نفهم أن حضور المدير للحفل الختامي لدعم موضوعها أعمالها لحظوا أنا لا أشرح بالطريقة التقليدية اللي ها دوروا معايا يا شباب على القطع عارفين الإجابة لا أنا ما أحبت هذه الطريقة لأن ما فيش وقت للخطار إحنا بنرجع للقطع في حاجات مهمة زي إيش الدمر هذا يعود على إيش غير كده إحنا بنفهم القطع ونقدر نحل إن شاء الله تمام يتبين من النص السابق أن النوذة استمرت ثلاثة أيام يقولنا أمس واليوم وغدا حاضر وبقولك استمرت كم يوم يقولك قيمة أمس أمس اللي هو بكرة يوم يوم وليوم وبكرة يوم ثلاثة أيام مفهومة الآن متى كانت توصيات الندوة بعد انتهاء عملها التوصيات يعني إيش الحاجات اللي خلصوا بيها من الندوة ونصحوا بيها تعرض الندوة التوصياتها في ختام الندوة الناس بيتكلموا وبنقشوا وفي نهاية الندوة واحد بيقول أنا معي مسواس اللي لازم أرجع للقطعة للقطعة لا مانع هذا الأصل أخي الكريمة اللي كتبينها هذا الأصل لكن أنا اعتمد على حاجة ثانية وشي إن أنا أشرح القطعة وفصل فيها وحكي وبعدين تجي تتدرب على الأسئلة وبعدين تحفظها مع الفهم في القطعة هتقدر تحل إن شاء الله إلا بقى لما يكون ضمير علاقة سؤال علاقة أو سؤال الضمير لازم نروح للقطعة يتبين من النص السابق أن الندوة استمرت لمدة ثلاث أيام نعم تترك ظاهرة تشغيل الأطفال هذا عمل الناحية النفسية أو البدنية طيب لذا يجب أن تتكاتف المنظمات المحلية والمنظمات الإقليمية طالب مننا أن يتكاتف يعني يعني يحط يديهم في بعض يشوفوا المشكلة للعمل للأطفال هذه من يتكاتف المنظمات المحلية زي مثلا البلدية ومثلا المسؤولين عن الخدمات العمالية وهكذا اللي بقول على مكتب العمل ووزارة التجارة وهكذا المنظمات المحلية واش تاني والإقليمية والدولية المحلية الموجودة في المنطقة اللي احنا فيها الإقليمية اللي موجودة في الدول العربية مثلا الدولية الموجودة في دول العالم كلها طيب حيتكتفوا وحطوا ديهم في بعض من أجل إيش من أجل القضاء على عمل طبعا إخواني أخواتي قد لا تجدون هذه الظاهرة موجودة عندكم في مجتمع لكن للأسف موجودة في الدول الفقيرة كمصر والسودان وسوريا ولبنان واليامن وغيرها الدول الفقيرة كلها والمغرب تلاقي الطفل الصغير في الاتدائي بدخل دخل مثل الرجال وبيشتغل شغل ما يشتغله الرجال تعالوا نشوف الموضوح هذا فهو على الرغم من منافعه اليسيرة يعني الطفل اللي بيشتغل هذا بجيب دخل شوية يعني بفيد أهله شوية التي قد تكسب الطفل عادات جيدة اللي من شوية نقولتها حتى بدون ما أقصد بتخلي الطفل رجال لا تعتمد على نفسه إلا أنها لا تقارن بالمساوئ هذه المميزات البسيطة ما تتقارن أبدا بالمساوئ وللأسف تعتبر إحصائيات عمل الأطفال غير دقيقة بمعنى لما يجوا يعملوا عندك كم واحد بيشتغل وعندك كم طفل بيشتغل أولا ما يكتبوهم عشان يجي معونات اللي ما بيشتغل بها غض معونات فما يقولوا يقولوا ما بيشتغل ثانيا يعني عيب مثلا واحد فوقت يقول له هذا بيعمل ما بيشتغل هذا يعني ما بتكون دقيقة لأن بعض الدول لا تعير هذه القضية اهتماما يعني لما نيجي مثلا في أي دولة من الدول الفقيرة بدون ذكر اسم الدول عشان ما حد يشير العين لما نيجي عند دولة صغيرة جدا وقلنا يعني قعدنا نقش عمل الأطفال وما الأطفال أقول أنت مجنون من وين يأكل ما عنده دخل أبوه ميت أمه ميتة هو المسؤول عن أخوانه وأخواته مثلا يعني أو مثلا الأب عنده وظيفته يرتبه ضعيف جدا ويحتاج إلى أكثر من عشر ألاف عشان يعيش المصيبة يا أخواني وأخوات الآن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم عليكم نعمة الأمن والأمان والمعافاة والغنى بلو أمين بلو أمين قبل ما أتروح أن الدولة الفقيرة الآن يعني أباكم يعرفون هذا الشيء صارت مكلفة العيش فيها أكثر من المملكة في مصر مثلا عن المقساب المسألة حسنًا يتزوج الرجل الشاب عشان يتزوج محتاج 2 مليون جنيه 2 مليون جنيه كان مثلا بالريال مثلا 200 ألف أو 250 ألف ريال من أين يجيب هذا طفل يعني شاب يطالع ما عنده وظيفة ما عنده حاجة فالعيش هناك صعبة في الدول الفقيرة والتكلفات أصعب فيضطر الناس لعمل الأطفال عشان يقدر لما يوصل يكون عنده 17 سنة يقدر يتزوج أو 20 سنة يقدر يتزوج لأن بعض الدول لا تعير هذه القضية اهتماما وإن كان عمل أطفال قضية رئيسية تستحوز على اهتمام الكثيرين يعني في ناس مهتمين بيها لأن بعض الدول التي لا تعير هذه القضية وإن كان عمل أطفال قضية رئيسية تستحوز اهتمام كثيرين فليلتحق بها حرمان البنات من التعليم شوفوا هنا بتكلم عن عمل أطفال حطلها كده حطلها شوية كتشر كده وشي حرمان البنات من التعليم حيكون علىها سؤالها قصة حرمان البنات من التعليم حيكون إن بعض العادات والتقاليد في بعض المجتمعات تقف حائلا دون تعليمهن أنا أعرف ناس أمهات الآن هم كات الأولى على محافظة الخرج مثلا في المتوسط لكن قلوا خلاص بعد المتوسط ما فيه ما فيه ما فيه ما فيه تعليم طبعا زمان هذا حين ما شاء الله ماجستر ودكتراء وماستر والناس بتبتعس لأمريكا وبريطانيا ما شاء الله تبارك الرحمن والله العظيم احمدوا ربكم على التطور اللي في المملكة فليلتحق بها حرمان البنات من التعليم حيث إن بعض العادات التقاليد في بعض المجتمعات تقف حائلا دون تعليمهن ومن ثم حرمانهن من هذا الحق تعليم حتى زمان في مصر كان يقوله ما عندنا بنات تتعلم أما الأطفال الذين يعملون في الشوارع ويعتقد الناس أنهم أطفال شوارع هذا حيكون على سوء تمام هؤلاء الأطفال يعودون في نهاية اليوم مع أهليهم إلى منازلهم في الأحياء الفقيرة هذه واحدة كتبة مسألة يعني بس بلاش نكتب يعني نغررها عشان بعض الناس يعني هؤلاء الأطفال يعودون في نهاية اليوم مع أهليهم إلى منازلهم هؤلاء الأطفال يعودون في نهاية اليوم مع أهليهم إلى منازلهم وفي الأحياء الفقيرة ومن ثم أنه قد أصبح تقليدا لدى العائلة أنه طول اليوم بيشتغل ويرجع ينام في بيت خربان لا فيه تكييف ولا فيه مكان آدمي ولا خربط ومن الملاحظ أنه قد أصبح تقليدا لدى العائلات أن يعمل أطفالها يعني بقى شيء طبيعي لدى بعض الناس أن أطفالهم بيعملون ومن ما زاد الطينة بالله اللي على قلت المصريين واللي قيه كحالها عامها كمان وشهوا أن هذه الفئة أصبحت تطمع في المنتجات باهظة السمن زي ما أقول خيركم فقر وعام تازم ما فيش فلوس لكن تيجي تصرف ملايين والله العظيم أسعار لا تتخيلونها والله والله بيت شقة تحت وشقة فوق والتلف اللي ساب ابنه فيه الرجال يبقى فيه 16 مليون 16 مليون عن أي باشا أنت تعمل أنت حمر يحمر من وين يجيب الملئين هذه وفقر موجود منتشر من وين يجيب باهظة الثمن تلاقي جايب آيفون 15 برو ماكس يعني هو يساوي رده خمسة شهور مثلا عادي عنده جدا شوفت عجزته كده كده أنا ضربت الآيفون فقط اللهم يساوي خدوا عليها كذا السيارات والبيوت والفيل المنظمات الإقليمية هي التي تعمل في أقاليم جغرافية معينة منظمة إقليمية يعني بتعمل في أقاليم معينة إقليمية يعني موجودة في السعودية وموجودة في الكويت وفي الإمارات وموجودة في إيطاليا وبانها وموجودة في دول كثيرة فهذه إقليمية معناها أقاليم جغرافية معينة نعم فعلا يا محمد عامل الأطفال من وجهة نظر الكاتب أغلبه سيء وبعضه حسن من وين جيبناه هذه لو تذكرون في القطع يا شباب يا بنات يقول لك وإن كان له بعض الحسنات أو بعض المحاسن إلا أن سيئاته أكثر من هذه الحسنات كلمة تباين يعني اختلاف خذوها مني لما يجي يقول لك معنى كلمة هم مبينة بتكون مبينة مش بحتيت ضيع وقت في القطع شيء متبين يعني مختلف أطفال شوارع وهم ليسوا أطفال شوارع من استنتاجك ما هي الفئة الأخرى للعبارة أطفال ليس لهم مأوى ولا عائل يعني بيقول لك أن هذه الأطفال أولا الأطفال يسمون أطفال شوارع مع أنهم يروحوا يشتغلوا وكذا وهما مش أطفال شوارع هذا يش معناه؟ يعني هذا الطفل ما عنده بيت ولا عنده ساكن وزي كذا يروح يشتغل وينام تحت كبري يروح يشتغل وينام في أي مكان ينام في مسجد كذا أطفال شوارع وهم ليسوا بأطفال شوارع يعني أولاد ناس بس الزمن جار عليهم وما عندهم لا بيت ولا ساكن وزي اللي بيحصلوا زي مثلا في فلسطين الآن وسوريا وغيرها وغيرها ينطبق عليهم هذه الكلمة أطفال شوارع وهم ليسوا بأطفال شوارع تلاقيه ابن دكتور وابن مهندس وناس متربية وكذا بس صار ما عنده بيت المسكين وزي كذا أطفال ليس لهم مأوى ولا عم سبب استخدام الكاتب لفظ كلمة طفل لأن كلمة طفل في اللغة العربية تطلق على الذاكرة والمؤنس يعرفون أنا كل يوم هنا والله العظيم في ناس مخافاضي أنا مرة أقول يا شباب ومرة أقول يا بنا فعندي 3-4 شباب كذا عايزين نخمص مصر السعودي مشترك كل ما أقول يا بنا يقوله ها ولم يقول يا شباب كذا أنا أحسن حاجة يا طلال أقول يا أطفال شو رأيك أقول يا أطفال خلاص عشان يخلص من السلفة طلال إذا قلت يا بنا يقوله ها وحنا ليش ما تقول يا أولاد يا عم أنت حمر يا حمر اعمل نفسك ميت مش مأسودة لأن كلمة طفلة في اللغة العربية تطلق على الذاكرة والميت أنا قاصد مرة أقول يا شباب ومرة أقول يا بنات من باب لفت النظر هدول اللي بيلعب اللي ماسك التكتوك يجيني هنا خذ الحياة ببساطة يا طلال واحد محمد بيقول أخذ الحياة ببساطة يا طلال ايه الناس العازل دي ايه الناس الحلوة دي لماذا يترك الأهالي أبنائهم للعمل لحظوا معي أنا إلى الآن ما في سؤال تلقيه صعب في القطعة ومع ذلك ما راجعت للقطعة أنا أحب أعرض القطعة بطريقة هذه هتسهل استعاب المقروض جدا لماذا يترك الأهالي أبنائهم للعمل ليه؟ لأنها أصبحت عادة كما لو أنهم توارثوه يعني في القطعة بقول لك إن صحيح في ناس بتشتغل عشان أنها محتاجة ولكنها أصبحت عند الكثير عادة منذ الصغر لأنها أصبحت عادة حتى ولو أنهم خدوها ورسيها الذي يقصده الكاتب بزاد الطين بالله زود الطين مبالة وجود السلع الاستهلاكية غير المفيدة في متناول الأطفال يعني مثلا طفل في خمسة ابتدائي أو في ثالثة ابتدائي يكفيه جوال سنقب مثلا بخمسمونة ريال مثلا تمام لأنه وش هيسوي المسكين هذا ما رح يسوي بأي فائدة لاح يصور ولاح يعمل ولاح يعمل برامج ولاح يقدم لا لازم يكون أحدث الزرع يفن لازم يكون عنده أحدث سن سري ولا أحدث سن مش عارف كهام لازم يكون عنده أحدث البرامج لازم يكون عنده أحدث اللابات كده وجود السلع الاستهلاكية غير المفيدة في متناول الأطفال طيب هذا يعني ميزة يعني أو اللعيب يا دكتور؟ ما بقولك دالي زود الطين بلى ليه؟ لأنهم فقراء والطفل يعمل وينافس الأغنياء هذه مصيبة هذه الشعوب الآن يفهم أن إحصائيات عمل الأطفال تفتقر إلى الواقعية ما فيش فيها مصدقية قلنا ليه؟ احنا قلنا في القطع حتى إن لو جم يعملوا استبيان ابنك بيعمل ولا لا؟ يقول لا يفكر إنه هيعطوا اللي ما بيعمل معهونا مثلا ما يقول أو لإني مثلا يستحي إن ابن بيشتغل ابن طفل صغير بيشغله؟ لا أنا رجال زي كده المسؤول عن إنهاء ظاهرة الأطفال اللي مسؤول عن إنهاء عملية عمل الأطفال هذا إن الطب اللي كن بيشتغلوا شو؟ جهات معينة على مستوى العالم يقول لك المنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية كده موجودها في القطع المنظمات المحلية والدولية والإقليمية يبجهات معينة على مستوى العالم القضية الفرعية التي تناولها الكاتب طبعا الكاتب يتكلم عن عمل الأطفال بالله خلينا أخب بيها بالله يا عبناء الشباب ويابنات القضية الفرعية التي يتناولها الكاتب في القطعة وش هي؟ يعني كان يتكلم عن حالة كده وبعدين ندخل حالة في النص كده تعليم البنات ممتازة يا لانا ممتازة ممتازة واضحة لحظوا الدنيا زي الفن متخيلين متخيلين هكذا كان يأتي الاختبار والله النموذج كده كان يجيهم النموذج كده كان يجيهم النموذج كده طبعا نشكرك يا عسي لله يجبر بخاطرك يا رب على تعاونك مع البنات اللي بعملوك والذات وزي كده شكرا جزيلا لله يجبر بخاطرك إن شاء الله المسؤول عن إنهاء ظاهرة عمل الأطفال قل نجاة معينة القضية الفرعية اللي هو أصلا ما كان بيتكلم عليها لكن جات جات في النص كده جات شوية ملح كده شوية ظهارات كده وشي حرمان البنات من التعليم الجمال الجمال الذي نستمتع به اللي احنا فعلا بنستمتع به وشهو الجمال الذي ينبط فينا جوانا كده على قلتنا المصرين جمال رباني رباني كنت سمحت المقطع بتاع محمد هنيده هذي يقولك كتب بس محمد هنيده كده جمال رباني أبوي اللي رباني أبوي اللي ايه رباني رباني جمال رباني هذا يعني الروحانيات اللي رومانسيات هذه والذي يغنيك عن جمال الأشياء وقبحها الجمال الثقة بالنفس لما تنبع من داخل الإنسان تغنيه عن كل شيء وتزيد ثقة بالنفس زي دايماً نضرب على هذا المثال سوما أنت ثقة بالنفسها مرة مبسوطة ومستأنسة وسقة وبتتعامل أن هي مصدر الكرة تعامل بثقة عالية كده تكون مبسوطة جداً وسعيدة جداً تستمتع بجمالها حتى ولو كانت حتى ولو تكون جميلة فكلما اقترنت الأخلاق النبيلة داخل الإنسان مع الشكل الخارجي زادت قيمة الجمال السامي لما يكون في جمال أقلت مع ذلك لما يكون في أخلاق نبيلة لما يكون الإنسان متربع عنده أخلاق وعنده عادات وتقاليل يعني قبائل وعادات وتقاليل وزي كده ويجي معها الجمال ساطلانا على قولة الترين ساطلانا الدينة كده حلوت يعني لما يكون في أخلاق وفي عادات ودين وأدب وتربية ومعها جمال هنا بقى يأتي الجمال الذي الإنسان يستمتع الكلمة هذه للشباب النبس صلى الله عليه وسلم حذر قال إياكم وخضراء الدمن قيل ومن خضراء الدمن يا رسول الله قال المرأة الحسناء في المنبت السوق تلاقي واحدة ساروخ أرض جوي جوي لكن حتى ما بتصلي رقعه ما بتعرف رب العالمين هذه اسمها خضراء الدمن يعني حتخليك خروف بس مش خروف في الدنيا ده حتخذك خروف على النار كده لأنك حتكون خروف في الدنيا حتعبذك عن رب العالمين في الدنيا أنت مسؤول عنها كلكم مسؤولا وكلكم مسؤولا عن رعياتك زوجتك أولادك بناتك مسؤولا عنهم بالدم رب العالمين يبا الجمال اللي احنا هيتمتع به اللي بينبض من جوانا وهذا يغنينا عن أي جمال شيء ويخلينا نفتخر حتى لو في شيء قبيح فينا نفتخر به وفي حتى تزود الجمال إذا اقترم بالأخلاق النبيلة اللي هي العادات والتقاليد والدين وكذا فكلما كان الإنسان مقترم بالأخلاق زادت قيمة الجمال السام بالفقرة ذكرت كلمة الجمال أربع مرة تعالوا عندهم كذا الجمال هو الجمال عن جمال وفي الأخير الجمال إيه عام أنت بتقول إيه تعال بقى نمسكوه الجمال الذي نستمتع به الجمال الذي نستمتع به هو الجمال الذي ينبض فينا الجمال الثاني هذه جمال معنوي ينبض في جمال ينبض يعني شكلنا لا الجمال اللي ينبض يعني الروح فهذه الثانية معنوية الذي يغنيك عن جمال الأشياء جمال الأشياء هذه شيء ظاهري ماد يعني فكلما زادت قيمة الجمال قيمة الجمال هذه شيء معنوي يبا الثانية والرابعة شيء معنوي نوع القطعة نوع فلسفي ليه قاعد يقول الجمال وينبض والشكل والمنظر وما تعمل نفسك ميت وكذا يعني قاعد يتفلسف في موضوع الجمال يعني من نهاية بقولك مش الجمال الجمال الشكل بس ده جمال الروح وجمال الثقة بالنفس الثقة بالنفس يا بنات أهم مما تملك البنت لنفسه أكثر شيء لازم تمتلك البنت الثقة بالنفس لذلك الآباء والأمهات إياكم تعنفوا البنات يا غبية تعوذوا بالله من شكلك انتبهوا أكثر شيء يدمر البنت أن ما يكون عندها ثقة في نفسها أول ما يجيها أي كلب على الخاص بكلمتين حلون حس نفسها لا ده مش غبية لا ده إنسانة موجودة لا وجود لا ده لها روح ده لها كيان لا كذا خلنا ما عندنا ثقة وحنا يا عزام يا عزام يا عزام يعني من نفسك ميت واحد يقول لي البنات والأولاد عشان طلل ما يزعب صح؟ والله أنك صار طلل هذا جبل جلطر ومسيت لأبعا نوع القطعة فلسفي وأنا بيت فلسف تعالوا بقى العشق الممنوع التناظر اللفظي يستعدوا يا شباب يستعدوا يا بنات يلا عشان تعطونا العلاقة وتعطونا الخيارات ثوب ونسج يلا يا شباب يلا يا شباب الثوب يحدث له نسج والقمح يطحن مين كذا؟ ماذا؟ قمح وطحية طحن الثوب يحدث له نسج والقمح يحدث له طحن أو الثوب يحتاج إلى نسج والقمح يحتاج إلى طحن حارث ومرمى وجيش ودولة الجيش يحمي الدولة والحارث يحمي المرمى وينفع نحرص؟ أه الحارث يحرص المرمى والجيش يحرص الدولة الحارث يحمي المرمى والجيش يحمي الدولة جرجير ورقيات في ناس بلقول تصير احتياج المرمى يحتاج إلى حارس والدولة تحتاج إلى جيش ينفع واحدة بلقول ينفع مكانية مكان الحارس في المرمى مكان الجيش في الدولة تنفع ايه الحلاوة دي ايه الحلاوة دي ايه الحلاوة دي شباب ويبناء يلا جرجير ورقيات الجرجير من الورقيات والطائرة من المواصلات فئات او نقدر نقول تصنيف الجرجير نوع من الورقيات والطائرة من المواصلات بعوض ومستنقى حيوانات وحظيرة العلاقة مكانية احسنتم جميعا مكان البعوض في المستنقى ومكان الحيوانات في الحظيرة البعوض يوجد في المستنقى الحيوانات موجودة في الحظيرة البعوض جزء من المستنقى الحيوانات بس هي الاساسية لها مكانية او الحيوان ومسكن كده تمشي افضل ما في التناظر ان في علاقة كتير بتمشي الا لما يكون عندك خيارات صحيحة هي اللي ايه على قولتكم بتحجر تحجر تحجر في حالقة كده شابكة وموقع وصحيثة وخبر الخبر مصدر الخبر للصحيفة ومصدر الموقع الشابكة او الموقع جزء من الشابكة والخبر جزء من الصحيفة مثلا يعني الفهيم اد جوميل او الفهيم دوت كوم هذا موقع موقع اكاديمية الفهيم او الفهيم اكاديمية اد دوت كوم هذا موقع وين هذا الموقع متحمل في شبكة العنكبوتية اللي هي انترنت يبقى الموقع جزء من الشبكة والخبر جزء من الصحيفة بنزين ونفط وقشطة وحليب الحليب مصنوع القشطة مصنوعة من الحليب والبنزين من النفط او مصدر القشطة الحليب ومصدر البنزين من النفط او مصنوع من ينفع ينفع القشطة مصنوعة من الحليب والبنزين مصنوع من النفط سلام وتحية وصح وزجر ليه ما اخترنا يا أستاذ سمك وبحر ما احنا قلنا مصنوع من هل البحر مصنوع من السمك هل السمك مصنوع من البحر لا مجيش عشان ما فيش سلام وتحية وصح وزجر ينفع نقول ندل اي نعم السلام أو التحية تدل على السلام أو السلام نوع من التحية مثلا السلام عليكم السلام الله بالغير أو هلا أو هاي أو بنجو بنجو يبت سلام من التحية أو السلام يدل على التحية وصح تدل على الزجر أنا أسكت على قولتكم بزرط أص ولا كلمة صح يتقولها كده يعنيش سمحوني في اللفظ أص ولا كلمة زي كده هي صح معناها كده صح تدل على الزجر وسلام تدل على التحية كلام وهمس أنا دلوقتي كنت بهمس الهمس الهمس يعني الكلام بسقوط الهمس نوع من الكلام والكرز من الفاكهة الكرز ليش ما نقول سكوت صمت سكوت صمت وتراجف إلى العلاقة نوعية الهمس اللي هو سلام أنا عملت صوت طيب فضح طلال اليوم يعيني بس انفضح والله دون قصد منه ساطر الله على من ساطر ساطر الله على من ساطر الصح بالجزاني ولا كلمة طيب الكرز نوع من الفاكهة والهمس نوع من الكلام فيه كلام همس وفيه كلام أبببب أببب أببح أبح يا فالح ليه كده يعمل حد ماطر وغيث وضمأ وعطش ترادب غيث مطر ترادب بين اثنين وواحد والضمأ العطش أنا ضمآن يعني عطشان يبب العلاقة هنا ترادب يعني نفس المعنى تذوق وحواس وشمس ومجرة التذوق من الحواس والشمس من المجرة وش مجرة هذا الشمس من مجرة ضرب التبانة نعاس ونوم وعجن وثور الحواس الخمسة مش ولك البنات عندهم الحسة السادسة ايه الحسة السادسة دي مش عارف عندنا الحواس الخمس الشم السم التذوق وهكذا عندنا بداية النعاس أو أول النعاس النعاس أول النوم والعجل والثور العجل الأم أنا متأكد عندها حاسسة اين عجل وثور جيش وطليعة حاشرة ويرقة وليه العيال ما عندهم حسسات سادسة أم الكتاب عجل وثور كلب وجر عندنا النعاس والنوم وعجل وثور نفط وديزل نفط وديزل نفط وديزل وحليب وقشط هنا مصدرية مصدر الديزل من النفط ومصدر القشطة من الحليب أو الديزل مصنوعة من النفط والقشطة مصنوعة من الحليب شتاء وربيع هنا فئات وليل نهار فئات الليل والنهار فئات والشتاء والربيع فئات ينفح تعاقب ينفح تعاقب الشتاء يأتي بعد الربيع والليل يجي بعد النهار رمح وصيد الرمح يستخدم للصير والذهب يستخدم للزينة أو وظيفة الرمح الصيد ووظيفة الذهب الزينة أو الرمح يستخدم في الصيد والذهب يستخدم في الزينة شوفوا دلع هذا دلع من الاتمنع اللفظي اللي يهتم به والله يستأنسه بذلك رمح وصيد قلنا الرمح خدنا هذه حاسوب وشاشة ومبنى وباب الشاشة جزء من الحاسوب شاشة الكمبيوتر جزء منه والباب جزء من المبنى الباب جزء من المبنى مطر وسحاب ظل وشجرة مصدر المطر السحاب ومصدر الظل الشجرة رمح وصيف حافلة وقطار رمح وصيف حافلة وقطار هنا فئات السيف والرمح من أدوات الحرب والحافلة والقطار أدوات موصلات معلم ومدرسة ومنقذ وشاطئ مكان المعلم في المدرسة أنت معلم ونحن منك نتعلم مكان المعلم المعلم مكان المعلم وين المعلم مكان وين في المدرسة في المدلسة المعلم مكانه في المدرسة والمنقذ مكانه في الشاطئ واحد يقول ليش ما خدنا دال النجار مكانه في الخشب يا باشا ايه دا انت بتقول ليه يا عامل انت بتقول ليه في البطريق المنزاش النجار يستخدم الخشب سم وعلاج السم يحتاج إلى علاج والرضيع يحتاج إلى الأم مهارة وإدارة الإدارة تحتاج إلى مهارة واللياقة تحتاج إلى تمرين علاقة احتياج ينفع نعم ينفع المهارة تؤدي إلى إدارة والتمرين يؤدي إلى لياقة نعم شوفوا نحن ننفع نقول كذا الإدارة تحتاج إلى مهارة واللياقة تحتاج إلى تمرين المهارة تؤدي إلى إدارة والتمرين يؤدي إلى لياقة المهارة ينتج عنها إدارة والتمرين ينتج عنه لياقة كل هذا ينفع 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 مبينة فئات قرفة وفلفل هادم التوابل فوزدق ومندق هذه أيضا فئات وباق فئات صح وين بقى خيار وطماطم نعم فئات ولوز وموز لا مش فئات الخيار والطماطم على بعض الناس الهبلة مش فئات وقال لي هي فئات على أرض الواقع ترى يعني خيار والطماطم فئات وش يخد روات لو تكتبوا على جوجل كده كتبوا على جوجل كده الطماطم عايبولك فاكهة أي عام انت اي انت اي انت حمر يحمر يحسبون الطماطم يصنفونها على الفاكهة يعني يصنفوا الطماطم انها فاكهة لكن الخيار خد روات فما تجيش عشان كده فئات ايه وش طلع لك يا فالح يقولنا انا بحس تعب في جوجل وش طلع لك فاكهة ولا فواكهة ولا خضار طماطم على طول فاكهة تبحث في جوجل تقول ايه فاكهة على طول لكن حاجة صراحة غير مقنعة فاكهة ايه يا عم يعني اقولك انا باكل فاكهة باكل طماطم ام الكاتشف البطاطس امساك وانفاق وبلاء ومعافاة العلاقة هنا تضاب يعني الكلمة وعكسها بلاء ومعافاة وامساك وانفاق واحد بقولي ممكن توضح المثال اللي قابلة ابشر بالخير عندنا فوزدق وبندق حاجات السوريين بقى والناس الهاي دي مكسرات فوزدق وبندق فئات فئات يعني ايش نفس النوعية مكسرات فوزدق وبندق حاجات اللي بتسلوا فيها دي وقرفة وفلفن توابر حاجات الحاجات في المطبخ ده لما يعملوا بقى يعني بنات بقى ما تدخلوناش فيها بقى قرفة وفلفل حاجات لما يطبخوا يحطوا بها شوية فلفل شوية قرفة شوية خدا الخطأ السياقي كما اتفقنا جملة صحيح واضع الاختبار شال كلمة وحط عكسها ويقولك وين الكلمة للغلط نقوله شاطط صناعة ألعاب الأطفال هذي اتكررت بمليون مرة صناعة ألعاب الأطفال يجب أن تكون بأدنى مستوى لا لازم تكون بأعلى مستوى يبا الغلط هنا أدنى ليه لازم ألعاب الأطفال تكون أعلى مستوى ليه لأن الأطفال ما يعرفون عيوب الصناعة بيشتري الحاجة عشان شكلها عشان الصوت اللي بتغني مثلا فيشتريها قال لكمان الحكيم إن طول الوحدة ألهم للفكرة وطول الفكرة دليل على غلق باب الجنة قال لكمان الحكيم إن طول الوحدة إن طول الوحدة الواحد لما يجلس مع نفسه كثير ألهم للفكرة تلقى عد يفكر وطول الفكرة لوحدة لما يفكر كثير دليل على غلق باب الجنة لما نفكر ربنا حيث لنا الباب الجنة لا رب العلم يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون أفلا يتفكرون أفلا يبصرون في الآيات الكرآنية آيات كثيرة جدا تدعونا إلى التفكير ليه؟ التفكير ينتج عنه إيمان اقتناعي وليس إيمان راسي إن إحنا مسلمين هيا الله موجود لا يكون ميقن داخله أن الله واحد لا شريك له ألقى الكون ما فيه إلا الله عز وجل هو المدبر هو الخالق كثير من المسلمين الآن للأسف لا يأمنون بأن الله هو الرزاق أنت بتقول يا دكتور الدليل الناس تحارب بعضها في الأرزاق الناس اللي تقلل من بعضها شوفوا كده في كل مجال الناس بتقلل من بعضها في نفس المجال تلاحظون عليها في جميع دوراتي والله ما أقلل من أي أحد أبداً على نفس المجال لنا فيه أبداً مستحيل يا أخي الله الرزاق أنا أقلل من غير عشان رب العالمين يرزقني إيش لتخلف هذا قال لكمان الحكيم إن طول الوحدة ألهم للفكرة وطول الفكرة دليل على فتح باب الجنة لما تفكر ستعرف أن الله الخالق الرازق المدبر فيفتح رب العالمين لك الجنة لأنك مؤمن نعم يا محمد ما يجب على الأخ لأخيه مودته بقلبي نحبه بقلبي تمام ورفضه بماله لو احتشف الوس تكون سند له وحسن المسارعة عنه في غيابه لما يغيب نجري مكانه المسارعة هذه غلط وما ليش وحسن المدافعة عنه في غيابه واحد بيتكلم عليه يقول لو سمحته هذا ما هو موجود حرام نأكل فيه لحمه وحسن المدافعة السعادة التي تنبع من داخلك تبقى معك مسارع يعني نجري مسارع بعض نفسي سارعي للمجدول عليه سارعي سارع السعادة التي تنبع من داخلك تبقى معك الحاجة اللي ينخليك سعيدة من جواك ما تروح أما التي تأتيك من ذاتك فإنها سرعا ما تسل لا التي تأتيك من غيرك سرعا ما تذل من زاد عقله ظن أنه أوفر الناس حظا العقل زيد يظن أنه أقل الناس عقلا لكن الرجل له بل يقول أنه أقل الناس يعني يوه أنا أعلم الناس يب من قل عقله ظن أنه أوفر الناس عقله الفصول الدراسية لا يمكن أن تكون مكانا مريح للطلاب تقول أنه يمكن يمكن أن تكون مكانا مريح للطلاب الفصول الدراسية يمكن أن تكون مكانا مريح للطلاب معيار الظلم في معاملة الناس أن تتجنب ما تكره أن يعاملك بي الحاجة اللي ما تحب الناس يعملوك بيها لا تعملها هالظلم لا هذا معيار العدل معيار العدل اللي أنت ما تحبهه ما تعمل بيه Idee لا يوجد رجل فاشل ما فيش أحد فاشل كان رجل أو امرأة ولكن يوجد رجل بدأ من القمة زي مثلا بنك الرجح كده ابن بنك الرجح لألمسل بدأ لدى عند ابوه بنك بنك عضي هذا نقول عليه فاشل لأنه بدأ من القمة وتن فيها يحلى له ينولد غني ويتم غلي هذا فاشل له فاشل كنا ندعو كلنا نقصر مثلا لا يوجد رجل فاشل ولكن يوجد بدأ من القاع من الصفر وبقي فيه بدأ من الصفر ومجيش مش راضي حسن من نفسه إذا أردت أن تعرف الإثار الحقيقي فانظر كيف يعاملك أعدائك لا انظر كيف يعاملك أصدقائك التسامح والصداقة وجهان لعملة واحد فسامح عدوا تكسب أعداء كثير لا تكسب أصدقاء كثير إكمال الجمل مهارة جميلة جدا وينفع فيها الحفظ لا تجادل الأحمق فقد يخطئ الناس التفريق بينكم يعد الوعي من أهم المتطلبات للوقاية من التدخين الوعي عشان يكون عندنا وعي هذا مهم جدا يعد الوعي يعد الوعي من أهم المتطلبات للوقاية من التدخين عشان أبطل تدخين أكثر شيء ساعدني لازم يكون عنده وعي العاقل يغلق فمه قبل أن يغلق الناس آذانهم الإنسان العاقل لما يتكلم ويلاقي الناس ما بتسمعه يسكر فمه قبل الناس ما تقوله خلاص يا خي أزعيشتنا لا تتكلم خلاص يا شيء كذا مثلا يتفاوت أفراد المجتمع بالهمة لا بالشكل انتبه أن تغلب عجلتك على أناتك ما تكونش مستعجل على أنك تتروي شوي يظن بعض الناس أنه أن كل سرور نعمة وكل حزن النقمة لا بقيش عشان ما الزراعة تحقق الرخاء ونمو الإنسان والحيوان وازدهار الصناعات الغذائية اللغة هي القاعدة الثقافية التي تبني الأمة وتحمي كيانها وانتهينا مع الوقت بالدقيقة هيا بنا ننتقل إلى الكوزات يا أحسن ناس يا أحسن طلاب وطالبات لنا كلها والسلام عليكم